كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين نسبة الكافيين في الدم وكمية الدهون في الجسم ووزنه بالإضافة إلى مرض السكري وفقا لموقع ساينس أليارت يمكن أن تؤثر مستويات الكافيين في الدم على كمية الدهون التي يحملها الجسم وهو عامل يمكن أن يحدد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية أجريت الدراسة في عام 2023 حيث استخدمت العلامات الجينية لإنشاء رابط دقيق بين مستويات الكافيين ومؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني قاد البحث فريق من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة بريستول وإمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة أشار الباحثون إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين الخالية من السعرات الحرارية يمكن استكشافها كوسيلة محتملة لتقليل مستويات الدهون في الجسم أظهرت الدراسة أن تركيزات الكافيين الأعلى في البلازما التي تنبأت بها الجينات ارتبطت بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وكتلة الدهون في الجسم بالكامل كما ارتبطت هذه التركيزات بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني حيث تم تقدير أن نصف تأثير الكافيين على قابلية الإصابة بالسكري يعود إلى خفض مؤشر كتلة الجسم على الرغم من وجود ارتباط كبير بين مستويات الكافيين ومؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بمرض السكري لم تظهر أي علاقة بين كمية الكافيين في الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الرجفان الأذيني وفشل القلب والسكتة الدماغية ومع ذلك يجب مراعاة أن تأثيرات الكافيين ليست كلها إيجابية مما يعني أهمية الحذر عند تقييم فوائد شربه تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة في تقييم كمية الكافيين المثالية يعتقد الباحثون أن الارتباط الموضح قد يكون بسبب الطريقة التي يزيد بها الكافيين من توليد الحرارة وأكسادة الدهون في الجسم وكلاهما يلعب دورا مهما في التمثيل الغذائي العام ترجمة نانسي قنقر